وكأنك تلمس الحاجة بيدك كثير من الناس إذا ما كان عنده وظيفة أو غيره يتجه وارده إلى ابنه فقل يا ولدي ادعى الله عز وجل الدعاء النفع لما ضر هذا خلل في العقيدة أنك تجعل الدعاء كأنه وسيلة تجربة لا يقين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل وكأنه يهز أبواب السماء بيديه من شدة التجائه إلى الله عز وجل حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من طريقة دعاءه أنه يرفع أكفه بواطن أكفه إلى السماء فإذا أطال في الدعاء رفع ظاهر كفيه من شدة التعب والتجائه إلى الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوجه بقلبه لهذا الله لا يريد فصاحة ألسنة فحسب بل يريد فصاحة قلوب الله عز وجل يريد قلبك هو الذي يتكلم دمعاتك هي التي تتحدث حشرة صدرك الله عز وجل يريد أن يرى فيك صدقا ولجأا إلى الله عز وجل يا أخي أربع كلمات حزت أبواب السماوات ربي إني مغلوب فانتصر فماذا فعل الله عز وجل لشخص واحد إذا أحبك الله غير الكون من أجلك ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر قدرة الله عز وجل قادرة ومعجزاته باهرة الله جل جلاله وتم كماله قلب النار إلى برد وسلام أفلا يقدر أن يقرب حياتك من شقاء إلى سعادة من ضيق إلى سرور من هموم وديون إلى رغد في العيش بل اجعل قلبك يقول بلى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسترى أمامك الشيء الباهر من الله عز وجل لأنك تتعامل